السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيبي عاملين ايه فيديو نهاردة هاخدكم جولة سريعة كده في ال سي هم عاملين تخفضات لغاية خمسين في المية على كل الهدوم اللي عندهم اطفالي وحريمي ورجالي وكل حاجة جولة النهاردة هتكون يعني مركزة على الهدوم الاطفالي وهقول لكم في اخر الفيديو انا اشتريت ايه اه دولة كده بانطلونين مع بعد الاتنين اه بمية وعشرين مقسات بقى من اول شهور لغاية اه اربع سنين دولة برضو بانطلونين تاني برضو اه بنفس السعر دولة كمان كانوا بمية وخمسين اه في الجنب سوت الولادي ده اه بيكون مبطن كده وتقيل قوي من جوه فر برضو كان اه تقريبا بمتين وخمسين الحاجات الاطفالي دي بتبقى يعني مش غالية قوي من اول مية وتلاتين وفي حاجات اقل اه بكتير في حاجات بتبقى التمانين وبتسعين وبمية ده مسلا بمية وخمسين اللي جنبه ده اه بمية اه في حاجات بتبقى القطع الاخيرة او اللاست بيس اه بيبقى نازل عليها تخفيض اكتر يعني في حاجات بتوصل لغاية تمانين مسلا هنا هدوم الاطفالي الاكبر شوية اللي هم فوق الخمس سنين. كله اه كان اه في رنج مية وتلاتين اه لغاية مية وستين. اه في حاجات خريفة وفي حاجات شتوي كمان هورها لكم كمان شوية. ده كان بمية وعشرين مسلا. اه يعني كله كان في ده لغاية اه تقريبا مقاس اه تمان سنين او تسع سنين. ده بمية وسبعين ده بس ده اتقل شوية. الاصفر ده كمان عجبني اوي. الكمان بتاعته شكلها حل. بس هو اه خريفي. اه ده كان بمية. فاعجبني. بعد جده بقى فيه هدوم الاطفال اللي هم اه البنات اللي هم صغيرين. اللي هو من اول شهور لغاية اه برضو خمس سنين. اه كان في بجامات عليها تخفيت. وكان في حاجات لأ يعني لسه المفروض ان هي هتنزل اه كمان مرة. البجامات دي كانت فيه بمية وسبعين وفيه بمية وتمانين. وفيه كمان بمية وستين. بس شكلها حلو اوي كيوت يعني. اه انا كنت بتفرج عليها يعني انا ما عنديش بناتها وعندي عمر بس. اه بس بحب اشوف هدوم البنات قوي. يعني بتعجبني كده يعني ان شاء الله ربنا يكريمني ببنوتة. واجب لها اللبس العسل ده. اه ده كانوا بمية وعشرين دولة اتنين مع بعض. برضو بيبقى اه مقاسات لغاية اه يعني ممكن تلاقي لغاية اربع سنين او خمس سنين. على حسب المقاسات الموجودة عندهم. البجامية دي برضو كانت آآ موجودة من ايام رأس السنة. دي كمان بمية وسبعين. شكلها حلو اوي وتنفع ولادي برضو يعني اللون الاحمر مع الرمادي ده بيمشي ولادي وبناتي. بعد كده بقى فيه السنوبتات اللي هي بتاعة النوم دي ده مسلا كان بمية. آآ في حاجات تانية بتبقى في زي ما قلت لكم في القطع الاخيرة بتبقى قال كمان من مية. ده مسلا كان بمية وعشرين. الحاجات دي لما بتفضل لغاية اخر السيزن كمان ممكن تنزل على الاسعار دي. الاسعار بتنزل لغاية سبعين في المية. حاليا تخفيض اللي هو بتاعي خمسين في المية. طيب انا رحت انهي فرع. انا رحت فرع اللي هو في سنزل غردقة. يعني ده غالبا هو اللي دايما بجيب حاجتي من عنده سوالية او العمر. دي مسلا بمتان وتلاتين دي مش عليها اصلا تخفيض. علشان دي لسه جديدة. الحاجات اللي بيكون عليها تخفيض اللي بيكون عليها التيكت الاحمر او العلامة الحامرة. وبعد كده بقى في الفستاني البناتي. في الفستاني اللي فوق ده حلوة قويسة كله وينفع يعني الفرح او المناسبة. آآ ده كان نازل بتلتميت جنيه بس ده مش عليه اي تخفيض. وبرده مقسات يعني لغاية تقريبا تلات سنين. نفس الاسعار تقريبا في الولاد وفي البنات هتلاقوا الحاجات الخريفة دي فرنج المية وتلاتين ومية وعشرين ومية. دي آآ تقريبا بجاما. دي بمية وعشرين. بس دي خريفة برضو. آآ دي بمية وخمسين مسلا. بنتون بتاحها اصفر كده حلو قوي. بعد كده في الفستان ده. الفستان ده كان بمية وخمسين. وفيه ده نازل بستين جنيه. ده تقريبا ممكن يتلبس تحت الفستان يعني. بعد كده في البنطرونات القطن دي برتو كان نازل عليها تخفيض حلو قوي. البنطرون ده مثلا كان بخمسين جنيه. الاتنين مع بعض دولة كانوا آآ بسبعين. برتو آآ بينفعوا تحت الفستان او آآ في الخروب مسلا لو رايحين النادي لو رايحين الحضارة بتبقى حلو قوي. ده مسلا بخمسين. الوراء ده كان باربعين. او بخمسة واربعين. آآ بتبقى في حاجات حلوة يعني ببقى مناسبة سعرها للخروجات السريعة زي كده. البتاع ده حلو قوي برضو. طاقم كده مع بعضو. ده كان تقيل شوية. مفستان ده كمان عجبني قوي. في نازل منه آآ تلات الوان او اربع الوان. وده كان بمية وسبعين. واعتقد ان هو لسه هينزل آآ تخفيض كمان مرة كمان يعني. بس شكله حلو قوي. والوانه كمان لذيذة. بعد كده بقى فيه الحاجات اللي هي الكوفيات والحاجات الشتوي والحاجات اللي تتلبت في البيت في الرجل دي. آآ بعد كده فيه الحاجات الاطفال اللي هم الاكبر سنة زي ما قلت لكم كده لغاية آآ يعني عشر سنين تقريبا. الحاجات دي بردو كان نازل عليها تخفيض من اول ستين جنيه لغاية آآ مية وخمسين تقريبا. الحاجات دي انا مش هبص عليها علشان الوقت بس. بس آآ هموما يعني في حاجات حلوة قوي. لو آآ عندكوا اطفال الحقوا التخفضات بتاعتهم حلوة. هنا بقى الاطفال اللي هم الاكبر من خمس سنين. برضو الحاجات الشتوي دي. آآ يعني من مية وتلاتين مية وستين. في حاجات من امتين. آآ في حاجات زي ما قلت لكم لسه هتنزل تخفيض تاني. الجاكت الكحلي ده حلوة قوي. خمت وتقيلة يعني. آآ بالنسبة الجاو الغردقة يعني ده لو تلبس هنا مش مش تلبس حاجة تحته يعني لان الجاو بيكون دفع في الشتاء مش برد قوي. الحاجات دي اللي انا ورتها لكم في آآ اول الفيديو بس آآ اخدت لكم لقطة كده كاملة لمعظم الموديلات والحاجات اللي موجودة بتاعت الاطفال. الفيديو ده انا مركزة على حاجة الاطفال بزراحة لاني انا كنت رايحة عشان اشتري هدوم لعمر اصلا. فما لفتش كتير. القمص ده حلو قوي. ده بكم. وده كان سعره ميت جنيه. ده كمان كان سعره ميت جنيه. آآ برضو خمته خريفي. لا ده كان بمية وتلاتين اسفة. آآ اللي بمية اللي هو اللي فوق ده ايوة هو ده. ده تسعة تسعين. آآ ده كان آآ برضو آآ خريفي. الاحمر ده انا جبت منه لعمر بس جبته في اول الشتة. يعني هو دلوقتي نازل بتسعين. انا جبته في اول الشتة كان بمية وتلاتين. بس اللي هو المقاس الاكبر. وكان آآ لونه آآ بترولي. الجواكت الحاجة الوحيدة اللي مش عليها تخفضات كبيرة بصراحة. يعني الجاكت ده لسه بربعمية والجاكت ده لسه بخمسمية تقريبا. او بربعمية وخمسين. وآآ معظم الجواكت مش عليها تخفضات خالص. مش عارفة هل هتنزل عن كده ولا هو خلاص كده ده اخر تخفيض ليهم. آآ بس وبعد كده فيه البنطرانات الجنس غالبا برضو مش بيبقى عليها تخفيض كبير. ده برضو آآ خريفي. وفيه البنطرانات القطنى دي برضو انا اخدت منها العمر. هورها لكم في المشتريات بتاعتي آآ في اخر الفيديو. وبس كده دي العطاة اللي انا حاجات اللي انا صورتها النهاردة بسرعة. آآ بعد ما رجعت بقى البيت هوري لكم الحاجات اللي انا آآ جبتها والحاجات اللي سعرها آآ عجبني. اول حاجة جبتها لعمر جبت البنطران الكحلي ده. البنطران ده شتوي. آآ هو متبطن. يعني هو آآ واخد طبقتين من برا كده كحلي. ومن جوه لونه رمادي. بحب لما جيب آآ بنطرانات لعمر بحب اللي فيها الاسبارة من تحت دي. علشان آآ بتحكم البنطلون شوية وحتى لو طويل بيبقى شكله حل. من جوه هو آآ قطن كده. وده كان سعره آآ مية وسبعين. ده ما كانش عليه تخفض كبير. وغالبا البنطرانات مش بيعملوا عليها تخفضات كبيرة. ده كان من آآ اربعة الخمس سنين. آآ اوردكم شكله كده لما آآ بيتفرد هو فيه آآ جيوب. وطبعا قستك من فوق. وفيه كمان آآ من تحت. عند الرجل. تاني بنطلون جيبته هو البنطلون القطني ده. آآ ده صيفي او خريفي. برضو ليه استك من فوق. وده كان سعره خمسين جنيه. وآآ كان نفسي يلاقي منه اللون الاسود. بس ما لقيتش منه ما قسو عمر. هو فيه تانية كده من تحت. البنطلونات دي انا بجيبها لعمر لو نزلين مسلا السوبر ماركت او ممكن آآ لو البنطلونات بتاعته آآ بتاعت الحضانة يعني آآ مش متاح ان هو يروح بيها الصبح بيروح بيه الحضانة بيبقى حل وقوي. والاسود ده برضو عجبني فيه زيتانيات كده عند الرقبة. وبردو نفس الحكاية ليه اسورة من تحت والاستك من فوق. آآ بس بتاعته برضو من اربع لخمس سنين. بس ده كان آآ بسبعين جنيه. ده آآ آآ عمر شربت فيه كده وقال لي انا هروح بيه فرح. آآ فجبته له. ده كان سعره آآ اربعتاشر جنيه. وقلت حتى لو لعب بيه في البيت مش مشكلة. جبت له كمان ده. على اساس ده آآ يلبسه دلوقتي. الوقت خلاص دلوقتي الجاوه في الغرداء بقى دفا. فممكن يلبس ده. لغاية لغاية يعني الشهر اللي هو قبل الصيف. ده انا ورته لكم في الفيديو كان آآ بمية جنيه بس هو برضو شارت من عليه. والاصفر ده برضو آآ عجبني قوي. الكم بتاعه. هو طلبه في اسورة كده بصراحة بحس ان الهدوم آآ بتبقى مزبوطة على عمر. حتى لو طويلة شوية بيبقى شكلها حل. وده كان سعره مية جنيه برضو. هو ده صيفي او ينفع برضو آآ خليفي. جبت له مقاسه وانا جبت له البنتون الاسويت ده على اساسي يلبسه مع بعض لو آآ رايح الحضانة او لو آآ رايح النادي مسلا او خارجين مع بعض. نيجي بقى الاخر حاجة جبتها ليه انا. انا مكنش ناري يعني اشتره دوم ليه بس لقيت دولع جابوني آآ ده بمية جنيه. ده كان عليه تخفيض خمسين في المية. آآ فنازل لمية من بعد ميتين. وده كان مقاسه وجبت اللون ده علشان انا آآ معي كده آآ كنت محتاجة حاجة تحته. آآ فجبته علشان خاطر البسه تحته. بس طبعا مش هلحق البسه يعني الشتة ده. فغالبا آآ هيفضل الشتة اللي جاي. وجبت كمان ده. عليه البقمتين دول. شكله كيوت كده. وآآ عجبني انا مش عندي اللون ده في هدوم الشتوي خالص. برضو لقيت سعره حلو فاخدته. كان آآ بمية وخمسين بدلا من تلتمية وخمسين. تمام? آآ ده كان مقاس آآ ميديم. وبس كده دي كانت اخر حاجة انا جبتها من آآ يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. وآآ ما تنسوش لو عجبكم الفيديو. تضغطوا لايك وتشتركوا كمان في القناة واتفعلوا الجرس علشان توصلكم الفيديوهات اللي جاية. وتشجعوني بكمنت كمان تحت الفيديو. واشوفكم في فيديو تاني قريب جدا مع السلامة.